ترأس محافظ حضر موتئس للجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة اجتمعا للجنة الأمنية بالمحافظة كرسة للوقوف أمام أسباب الانفجار الذي شهدته مدينة المكلة وأوضحت تغرير الأمني والعسكري المشترك أن التحقيقات الأولية أكدت أن الانفجار حدث عند الساعة السادسة والنصف من صباح الخميس بسيارة من نوع تيوتا كانت تقف باتجاه الغرب من مسجد العمودي بحي الاستغلال على مقربة من الشارع العام وقد باشر فريق الأدلة الجنائية بالبحث الجنائي بأمن المحافظة وفريق مكافحة المتفجرات ولا الغام بالمنطقة العسكرية الثانية بالنزول إلى مكان الحادث وتأمينه ومعايرة الموقع وأن التحقيقات في الحادث متواصلة وتجري عملية جمع الأدلة للوقوف على أسباب الانفجار ووقفت اللجنة الأمنية أمام الوضع الأمني بالمحافظة ومستوى تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك وشددت على رفع اليقظة والجاهزية لينعم المواطنين بالاستغرار خلال أيام العيد السعيد